رافق وزيرة استصلاح الأراضي السكن واللا تمدن الاثنين باي في هذه الزيارة مسؤول بعض الأقسام الفنية للوزارة بهدف تفقد سير العمل بهذا المشروع الخاص بحفر هذا المجرى المائي الذي يبلغ طوله قرابة أربع كيلومترات بهيئة ترون والذي تقوم بتنفيذه مجموعة وادي كندي وباب الخير وخلال زيارتها استمعت الوزيرة إلى شروعات مفصلة منا قبل المدير الفني للمجموعة دونغوس أمر الذي أطلعها على كيفية سير العمل المقرر لستة أشهر كما تناول الصعوبات التي واجهتهم خلال العمل منها رفض بعض التجار شق هذا المجرى ومن ثم توقفت الوزيرة والوفد المرافق لها بهذا الموقع المخصصة لتجميع مياه الأمطار الكائن بهيانجيلي لتعرف على السدود التي بنيت حوله وأقب استطلائها أعطت الوزيرة تعليمات صارمة من أجل تنفيذ هذا المشروع والسدود حول الحوط في الوقت المحدد ذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمجموعة المنفذة للمشروع تبقى الإشارة إلى أن الزيارات الميدانية للوزيرة ستشمل جميع المشاريع التي ما تزال قيد التشييد لا سيما أحوال تجميع المياه لأجل أن لا تفيده بأهياء المدينة ترجمة نانسي قنقر